وعلى ذكر الفيتو الإيراني غير المعلن دبلوماسيا أو تحاركا على الأرض فانت أجيل زيارة رئيس البرلماء العراقي لطهران في ساعات الأخيرة يبعث برسالة عدم ارتياح الأخيرة لأجواء الحراك الذي يقوده التحارف الثلاثي في رئاستي الجمهورية والوزراء وهو ما يصفه سياسي مطلع بأنه عامل دعم إضافي لقدرة الصدر على جمع المزيد من أصوات الدعم في الفضاءين الشيعي والوطني وينتقد غالبية النواب المستقلين التنمر السياسي ضد خياراتهم في التحالفات البرلمانية مشيرنا إلى أن المشروع العراقي لا يستوجب مقاطعة جلسات البرلمان بل حضورها والاعتراض من تحت قبة البرلمان لا خارجها وكأنها معركة سياسية لا مسؤولية تشريعية فيما قال محللون أن النواب المستقلين خرجوا من رحم احتجاجات تشرين رافضة لمصادرة القرار العراقي ويقول المختصون باستحالة وصول الإطار تنسقي إلى نصاب الثلثين بجميع الأحوال لأن حدود المناورة المتبقية بحدود عشرين نائبا غير المضمونة لفريق واحد ما يجعل من السقف الأعلى للإطار بعيدا عن إنقاذ وطن الذي يحتاج عشرين صوتا إضافيا في مهمة تبقى أقل مشقة من حاجة الإطار إلى ثمانين نائبا ترجمة نانسي قنقر